موسيقى رئيس الوزراء القطر يستقبل في الدوحة رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك موسيقى وزير الداخلية يشيد بالتعاون الامني بين بلادنا والكويت موسيقى واجتماع بالمكلة يقر رفع مخصصات الاندية ودعم مشروعات البنية التحتية موسيقى موسيقى اهلا بكم اشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن ابو زرع المحرم بالجاهزية القتالية التي يتمتع بها افراد محور علب بمحافظة صعدة ذلك في اتصال هاتفي اجراه بقائد محور علب اللواء ياسر مجلي للاطلاع على تفاصيل الاستهداف الاجرامية الذي قامت به ميليشيا الحوثي من خلال استهداف الحفل العسكري الذي احيته قيادة المحور وقال عضو مجلس القيادة بدورنا نحيي الابطال الذين كبحوا جماح العدو وافشل مخططاته التي تهدف الى تقويض جهود الاشقاء والمساعي الاقليمية والدولية الرامية الى احلال السلام في بلادنا مترحما على ارواح شهداء مطمئنا على سلامة الجرحة ومنوها بجهزية قوات العمالقة لاسناد محور علب على امتداد الجبهات لتلقين العدو الذي لم يحترم الهدن درسا قاسيا استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في الديوان الاميري رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك ذلك لاستعراض علاقات التعاون بين البلدين واليات تنميتها وتطويرها وناقش اللقاء جوانب التعاون المستقبلي ولأسيما في المجال الاقتصادي والتنموي والدور المعول على الاشقاء في دولة قطر لدعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الخدمي والاقتصادي وأشاد رئيس الوزراء بمواقف دولة قطر في دعمها وحرصها على تحقيق السلام وانهاء الازمة اليمنية كما نوه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من جانبه بجهود الحكومة في التعامل مع التحديات القائمة مجددا موقف بلاده الدائم إلى جانب الشعب اليمني حتى تحقيق تطلعاته في الامن والاستقراري والتنمية أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بالتعاون الأمني بين بلادنا ودولة الكويت مثمنا جهود الكويت الشقيقة في تدريب الكوادر الأمنية اليمنية وبينها كوادر وزارة الداخلية كما أثنى الوزير حيدان خلال لقائه السفير الكويتي لدى بلادنا فلاح الحجرف على الدعم الكويتي للأجهزة الأمنية مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ومن جانبه جدد السفير الكويتي موقف بلاده الداعم لليمن مشيرا إلى الحرص على دعم وتطوير الأجهزة الأمنية اليمنية مؤكدا أن أمن اليمن من أمن دول الجزيرة العربية أقر اجتماع النقد بالمكلة برئاسة وزير الشباب والرياضة نيف البكري ومحافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي رفع مخصصات أندية حضر موت بنسبة مائة في المائة ودعم مشاريع البنية التحتية ومنشآت الأندية الرياضية بالمحافظة هذا وأشاد الوزير البكري خلال اللقاء ببطولة كأس حضر موت السابعة لكرة القدم مؤكدا أن الزيارة أسهمت في تفعيل قريطة الوزارة ومن جانبه أكد محافظ حضر موت أهمية اللقاء في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته للمحافظة بشأن مشروع المدينة الرياضية بالمكلة مشيرا إلى اهتمام سلطة المحلية بتنفيذ منشآت الأندية وديمومة النشاط الرياضية تفقد وزير الشباب والرياضة نايف البكري والأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمق بالمكلة عددا من مشروعات المنشآت الرياضية للأندية وصالة الرياضية المغلقة بمنطقة خلف ووقف الوزير البكري على سير الأعمال الانشائية الجارية في منشآت أندية المكلة والشعب والتضامن وموقع مشروع المدينة الرياضية كما زار الصالة الرياضية المغلقة بمنطقة خلف مؤكدا ضرورة الإسراع في إعادة تأهيلها لتصبح جاهزة لاحتضان الأنشطة الرياضية مشيدا بجهود السلطة المحلية من خلال تنفيذها للمشروعات الاستراتيجية وتطوير قدرات الأندية الرياضية في المنافسات المحلية والخارجية شاركت بلادنا في اجتماع مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط بوفد رأسه وزير الصحة العام وسكان دكتور قاسم بحيبح واستعرض وزير الصحة رؤية واحتياجات بلادنا في عدد من الملفات أهمها ما يتعلق بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها نطالبا بتقديم الدعم التقني والمادي للمركز اليمني للوقاية من الأمراض وتقوية منافذ دخول الحدود اليمنية صحيا من خلال رفع القدرات الصحية فيها وذلك للسيطرة على الأوضاع الصحية للمهاجرين غير الشرعيين بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة الموقتة عدن مع مسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بلادنا دكتور محمد عيدروس بحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي وأليات التخطيط والتنفيذ للمشروعات بقطاعي المياه والبيئة كما ناقش اللقاء أيضا مستوى التقدم في إنجاز الدراسة التي يقوم بها البرنامج لدراسة مرونة وقدرة قطاع المياه في دلتا أبيان على مواجهة التغيرات المناخية مشيرا إلى البدائل الممكن لمصادر المياه لمدينة عدن ومنها التحلية مؤكدا ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية والبيئية ختم النشر مشاهدين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس الوزراء القطر يستقبل في الدوحة رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك وزير الداخلية يشيد بالتعاون الأمني بين بلادنا والكويت اجتماع بالمكلة يقر رفع مخصصات الأندية ودعم مشروعات البنية التحتية شكرا على حسن المتابعة والإصغاء في أمان الله اشتركوا في القناة